السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طربة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله نتابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسيات المختلفة كتاب جم وكتب ويبت وكتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله هناخد مع بعض نهاردة من كتاب المعاصر الوحدة التمنى على الدرسين الأول والتاني هناخد تدريب على المفردات وأول السؤال هنا معايا بيقول لي تشوز اختر ذاك ركت لأنصرها الإجابة الصحيحة رقم واحد هنا بيقول لي إيه كايرو أليكزندرية ديزارت يعني هنا عايز يقول إيه طريق القاهرة الأسكندرية ديزارت اللي هو الصحراوي يعني طوله 220 كيلومتر ريفر اللي هو نهر نهر القاهرة الأسكندرية الصحراوي لا طبعا بيفمنت اللي هو الرصيف رود اللي هو الطريق سريت يعني شارع طبعا إيه كايرو أليكزندرية ديزارت رود طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي طوله 220 كيلومتر رقم اتنين بانكوب بتكون إيه جدا سيدي مدينة إيه جدا موجود ناس كتير هناك بتنموا موجود ناس كتير هناك يبقى إيه عندي هنا كتير من السكان موجودين فيها يبقى هي إيه يعني فارغ ولا كراودد يعني مستحم ولا كوايد يعني هادئ ولا كام برضو بمعنى إيه هادئ يبقى هي إيه طالما فيها ناس كتير من السكان يبقى هي إيه كراودد مستحمة رقم ثلاثة ايجيبت ايجريت يعني عظيم نقط ميدل إيست ميدل إيست اللي هو الشرق الأوسط مصر دي بتكون إيه تون مدينة صغيرة ولا كونتري يعني دولة ولا سيدي مدينة كبيرة ولا كابيتل كابيتل يعني عاصمة طبعا مصر بتكون إيه بتكون دولة كبيرة أو عظيمة في الشرق الأوسط يبقى نختار هنا كلمات كونتري يعني دولة رقم أربع ايجيبت هاز مصر بتكون فيها إيه طبعا مية واثنين مليون شخص ده اسمه إيه بقى اللي هو السكان أو التعداد السكاني اللي هو التلوث ولا وذر يعني طاقس ولا ترانسبورت ترانسبورت اللي هي وسائل النقل يبقى مصر فيها مية واثنين مليون شخص ده اسمه إيه بقى تعداد سكاني أو سكان عددهم قد كده تمام بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول لي هنا إيه ذات حيا مصر نقط جوز أوفر ذنايل إن كايرو تمام يعني هنا بيقول لي هنا إيه بيكون أعلى أوفر ذنايل يعني أعلى النيل في القاهرة أعلى النيل بيكون في إيه بقى بيرامد هرم تانل تانل اللي هو النفق ولا طور اللي هو البرج ولا بريج بريج اللي هو الجسر طبعا إيه بقى اللي هو بيكون أعلى النيل طبعا الجسر بريج الجسر هو اللي بيكون أعلى إيه أعلى النيل رقم ستة نحن محتاجين نشتري مياه أو بعض من المياه أكتر طبعا ما عايزين نشتري مياه الإزازة دي بقى الزجاجة دي ما لها فارغ مزدحم مزاج صغير طبعا ما إحنا عايزين نشتري مياه يبقى الزجاجة إيه فارغة رقم سبع بتكون إيه بالنسبة لطايلان آيلان بتكون جزيرة ريفر بتكون نهر كونتري بتكون دولة كابيتل بتكون العاصمة طبعا بتكون العاصمة بتاعت مين تايلان رقم ثمانية بيقوله هنا يعني منزه آلاف السنين هو مبنى إيه بقى إنشان قديم أو قديم جدا مودرن حديث نيو جديد كراودد مزدحم طالما هو مبنى منزه آلاف السنين يبقى هو بيكون إيه مبنى إنشانت يعني قديم بعد كده صفحة سبعين بيقوله هنا سؤال رقم تسع about five hundred thousand حوالي خمسمائة آلف من إيه visited يعني زاروا ايجيبت مصر لست أبريل في شهر أبريل الماضي حوالي نصف مليون إيه touristes اللي هم السياح أو السائحين towers اللي هي الأبرق tools اللي هي أدوات ولا tours اللي هي الجوالات يبقى حوالي نصف مليون إيه زاروا مصر في إبريل الماضي يبقى tourist السائح رقم عشر مني نقط came to visit the museum today تمام العديد من إيه قتوا عشان يزوروا المتحف اليوم visitors اللي هم الزائرين centers center اللي هي المراكز والا status التماثيل والا objects اللي هي الأشياء يبقى مين أو العديد من إيه أتوا لزيارة المتحف اليوم يبقى visitors اللي هم الزائرين رقم حداشر the source canal اللي هي قناة الإيه قناة السويس the modern the Mediterranean sea Mediterranean sea اللي هو البحر الإيه البحر المتوسط to the red sea البحر الأحمر يبقى قناة السويس بتعمل إيه البحر الأحمر والبحر المتوسط scribes يعني يصف lifts بمعنى يرفع links يربط ولا builds بمعنى يبني يبقى قناة السويس بتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر هنختار links السؤال رقم 12 بيقولي هنا إيه عن definitions اللي هي التعريفات بيقولي هنا نقط is measuring water اللي هو measuring اللي هو قياس water المياه from the top to the bottom يعني من القمة للإيه من القمة للقاع يعني من أعلى الأسفل اللي هو قياس المائة من أعلى الأسفل جمام ده اسمه إيه بقى اسمه size اللي هو الحجم ديبث اللي هو العمق واللقويت اللي هو العرض واللقويت الوزن طبعا ده اسمه إيه ديبث اللي هو العمق من فوق اللي تحت كده ده العمق رقم 13 شيء ما يعني شيء ما بتقدر تذهب من خلاله تحت المياه أو غبر الجبل ده اسمه إيه بقى bridge ده اسمه جسر pyramid ولا هرم ولا tower ده برج ولا tunnel tunnel اللي هو النفق ده اسمه إيه بقى اللي بنقدر نمشي من خلاله وننتقل ننتقل عن طريقه سواء تحت الماء أو عبر الجبل ده اسمه tunnel اللي هو النفق السؤال رقم 14 can you هل تستطيع نقطة me a or an exact number exact number يعني رقم محدد of daily visitors اللي هما الزائرين اليوميين يبقى هنا تقدر تقول لي إيه تقدر تديني رقم محدد لي الزائرين اللي هما بيجوا خلال اليوم have يعني يمتلك أو عنده leave معنى يترك أو يغادر give يعطي ولا ميك يصنع يبقى can you give me ممكن تديني تديني إيه تديني رقم محدد للزوار اليوميين رقم 15 english is easier بيكون أسهل نقط me to study than mass عن الرياضيات بالنسبة لي هو أسهل عن الإيه عن الرياضيات تمام يبقى easier ايه from ولا for ولا of ولا to يبقى easier for ميه أسهل بالنسبة لي بيكون أسهل بالنسبة لي